جدت الحكومة الفلسطينية رخص شركة الاتصالات الفلسطينية الثابتة بالتل ورخصة شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية جوال لمدة عشرين عاماً بمبلغ 290 مليون دولار بعد أن قامت كلتاً شركتين باستكمال كافة الإجراءات الرسمية اللازمة لتجديد الرخصة نحن لنا عشرين سنين نشتغل في البدد والحمد لله مجموعة التصالات حققنا إنجازات فيها على مستوى القطاع على مستوى المجتمع على المستوى الشركة مع القطاع العام نحن اليوم بعد مفاوضات استمرت عدة أشهر نجدد هذه الرخصة بشروط تنظيمية جديدة وشروط بالية جديدة هذا مكسب لقطاع الاتصال الفلسطيني هذا مكسب لدولة فلسطين هذا مكسب لجمهور مشتركين في الشعب الفلسطين إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعتبر تجديد رخصة شركة الاتصالات وشركة جوال خطوة نحو بناء وتطوير قطاع الاتصالات الفلسطيني حيث جاءت الاتفاقية لتصب في مصلحة المواطن من أجل التمتع بأفضل الخدمات والأسعار الاتفاقية سوف تدوم لمدة عشرين سنة وبالتالي لابد أن تكون الوزارة والحكومة تعرف ما لها وما عليها في خلال هذه العشرين سنة وبالتالي كانت الاتفاقية من ضمن النقاط التي علجتها أي قصور كان ممكن قد حصل في الاتفاقية السابقة التي وقعت قبل حوالي عشرين سنة وبالتالي تعلمنا بشكل كبير من ما كان موجود لدينا إن تجديد الرخصة للشركتين يدلل على عمق العلاقة ما بين القطاعين العام والقطاع الخاص والدور التكامل بينهما حرصا على مصلحة المواطن في الوقت الذي يواجه الفلسطيني ضغوطا بكافة القطاعات من مدينة رامالله لتلفزيون القدس ربا عيش